قال أطباء مختصون بالأمراض البطنية والصدرية والأوبئة أن الصوم يحفز الجهاز المناعي للجسم ويقويه وبيانوا أن الصوم يسهم بدفع الفيروسات والبكتيريا عن الجسم ومنها بيروس كورونا وأكد الأطباء أن الصيام لفترات طويلة وللأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية يعطي الفرصة للأمعاء لتتخلص من الشوائب العالقة بها ويحفز الجسم أيضا لإنتاج كريات الضم البيضاء وهي الأهم بجهاز المناعة ومعنا عبر سكايب من ولاية تكساس الأمريكية أسشاري الأمراض البطنية والأمراض المعدية ونقص المناعة الدكتور محمد خرفان دكتور صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا ورمضان كريم يعني كما ذكرنا قبل قليل يؤكد خبراء بأن الصيام يعزز من المناعة لدى الأشخاص الأصحاء وكيف يكون ذلك صباح الخير وكل عام بخير سمعتيني سمعتك دكتور تفضل صباح الخير وكل عام بخير طبعا بتقدر تعتبر الصوم بهذه الحالة زي نوع من الحمية الغذائية فإشي طبيعي أنه يكون بحسن الوضع الصحي بشكل عام التحفظ الوحيد على القصة أنه معروف أنه الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفس بشكل عام غالبا لما يكون في حالة نقص سوائل أو جفاف اللي بسموها بالإنجليزي ممكن تزيد نسبة الإصابة فيها فهي حتى حفظ الوحيد على هذه الدراسة اللي عندي فالمفروض أنه البني آدم يعني الصوم اللي ما فيه مانع عنه الصوم شيء كويس بس يحافظ على السوائل في جسمه أثناء الفطور وفي فترة السحور قبل ما يبدأ الصيام وطبعا المفروض أنه يتناول وجبات غذائية فيها كميات كافية من البروتينات مثلا وتكون متوازنة وبنفس الوقت إذا ما بقدر يعمل هذا الحكي ممكن يأخذ اللي بنسميها السيبليمتز زي حبوب البروتينات أسرح حبوب البروتينات مثلا أو أي سيبليمتز ممكن أو زيت السمك أو أي شيء زي نعم أو الفيتامينات مثلا نعم طب دكتور يعني هلأ خلال الفترة الماضية كنا نسمع بكتير من الأمور اللي الناس عم تدخل داولها بموضوع المناعة ونقص المناعة وهذا النوع من الفواكه وهذا النوع من الخضار بيرفع المناعة هل هي المناعة يعني ترفع وتبنى بجسم الإنسان بغضون أيام أو ساعات قليلة ولا جهاز المناعة يعني يختلف بهذا الموضوع وبيكون يعني مركب بطريقة تختلف أو تحتاج أكثر من يوم أو يومين لا هي عملية تراكمية بس ممكن مثلا شغلات طارئات تصيب البني آدم تأثر على الجهاز المناعة بشكل فجأة مثلا واحد خلينا احتصار مع مثلا تهاب نومونيا فبصير عنده نقصان بالمناعة بشكل مفاجئ بالذات مركزة بالجهاز التنفسي هذا بشكل عام بس هي غالبيا يعني إشي تراكمي بتقدري تحكي أنه بتعتمد على قديش مثلا أنت مثلا كنت هدك مثلا تغذية كويسة لمدة طويلة الشغلة الثانية مثلا أنه أنه قديش بتنام مثلا قديش بتأخذ راحة ممارسة الرياضة مثلا يعني شغلات عامة بشكل عام بس ممكن في فترة قصيرة أنه تتأثر المناعة ممكن جدا قلة النوم دكتور والتعب بشكل عام بيقلل من مناعة الإنسان 100% يعني شو الرابط بين الموضوعين مناعة الإنسان قلت النوم بتراحة في عم بس أل دكتور عن الرابط كيف ممكن قلة النوم تقعد بتقليل أو نقص المناعة عند الإنسان بشكل عام يعني بتعمل إرهاق بالجسم قلت النوم بتعمل مثلا اضطرابات بالأكل بتعمل بشكل عام يعني ما في دراسة محددة بس معروف أنه مثلا الإرهاق الجسدي ممكن يقلل المناعة بشكل عام يعني زي زي أي عارض طارع على جسم البني آدم يعني نعم نعم طب نرجع لموضوع الصيام مرة أخرى دكتور وموضوع المناعة يعني يقال بأنه كمان المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض أمراض أخرى الصيام رح يقلل من مناعتهم هل هذا الموضوع دقيق؟ ستة هذا الموضوع ما بتقدر تحكي فيه بشكل عام هذا الموضوع بنحكي فيه بشكل فردي كل مريض له حالته المريض اللي معه السكري تايب ون اللي هو النوع الأول اللي بيحتاجه إنسلين هذول الصيام بضر جداً لهم لأن الطرابات لغلوكوز بجسمهم عالية جداً لأنه ما فيش عندهم إنسلين ما فيش عندهم إفراز إنسلين من الأساس بيختلفوا عن مثلاً مريض ممكن يكون عنده الحالة مسميها غلوكوز إنثلرانس اللي ناتجة مثلاً عن السمنة فهذول ممكن مثلاً إذا صام ونظم البذاء أو شغلات زي هيك ممكن أنه بالعكس يكون هذا الحاكم مفيد إليه يكون نظام صحي ويتعود على وجبات قليلة مثلاً وموزعة يعني شغلة فردية بشكل عام إذا ما في مال يعني جدت مفروض أنه ما تأثر على الصحة بشكل عام بس أكيد كل واحد لازم ينظر على الموضوع بشكل فردي ما في تعميم يعني فاللي عندهم مشاكل صدية المفروض يتابع مع طبيب غشو وشو اللي ممكن يتبعه الشغلة ثاني أنه فترة للصيام ما تضارب مع الأدوية اللي بأخذها مثلاً في عندك كثير من أدوية الضغط وأدوية السكر تتأخذ أكثر من مرة بليوم فالمفروض هاي الشغلات مثلاً أنه رأيها وما يصير أنه بسموها البطنية والأمراض المعدية ردعنا نتحدث قليلاً عن فيروس كورونا ذكرت قبل أيام دراسة بألمانيا بأنه الفيروس أصبح أشد شراسة من ما قبل هل صار فيه دراسات أكثر بهذا الموضوع هل عندك أي تفاصيل جديدة عن هذا الموضوع التفاصيل تفاصيل الموضوع كله أنت عارفه مثلاً قصة الكورونا كلابتت شهر 12 شهر واحد فنفيش كتير معلومات عن الموضوع بس اللي لاحظنا كمان أنه في محلات هيك ومحلات هيك مثلاً إحنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية إذا تطلع على الولايات الأن فيها بضيحها مش سيئة بالمرة يعني هي من إحت المساحة أكبر ولاية وما فيش هنا غير 25 ألف حالة الولايات المجاورة إلا مثلاً ولاية لويزيانا فيها حوالي 30 ألف حالة مع أنه مساحتها وعدد سكانها أقل من عدد السكان الولايات اللي أنا فيها بكتير نيويورك لحالها فيها حوالي 300 ألف حالة واكتر شوي يعني حسب حسب المنطقة اللي ثبت مضبوط أن المحلات اللي فيها اختلاط كتير هي المحلات اللي فيها الوباء بشكل كبير المحلات اللي ممكن تعمل فيها تباعد هي المحلات اللي تنفيها السيطرة على المرض بالشكل الأحسن نعم إذن شكراً دكتور كان معنا عبر سكايب من ولاية تكسس استشاري الأمراض البطنية والأمراض المعدية ونقص المناعة الدكتور محمد خرفان شكراً شكراً لك